لإسماعيلي تاني أنت قلت لي أنه الليجاني الفنية مجالس الإدارات بتتكلم عن المجلس الحالي والمجلس السابق ولجنة التعقدات كلهم مسؤولين عن حل إسماعيلي ده وكنت لسه هتقول لي السبب السبب طبعا إحنا كان عندنا قوام أساسي بقاله أربع سنين أي لعيب بيطلع أساس كريم أي لعيب بيطلع وبيظهر بيقدر النادي الإسماعيلي يبيعه يعني إحنا فرطنا في الأربع سنين اللي فاتوا بالسنة دي حتى بالسنة دي في لعيبك كبيرة جدا يعني لعيبة كويسة يعني لعيبة تسند الفريق لكن أنت دلوقتي ما عندكش حتى لعيب اتنين في الفرقة لو عندك لعيبة كويسة ما كناش بقنا في المركز الأخير ده النادي الإسماعيلي يا جماعة دلوقتي في كابوس النادي الإسماعيلي عنده أربع بمط في 11 ماتش ومغلوب سبعة وجايب أربع تجوان خمس تجوان والفريق الوحيد اللي ماكسفش والفريق الوحيد اللي ماكسفش والنتائج معنا هي على الشاشة والنتائج طبعا أربع من الأهلي وبعد كده خسارة من السنوية 2-1 وبعد كده خسارة من بنك الأهلي 2-0 تعادل أو خسارة أخرى من الزمالك 2-0 نتائج غريبة جدا من قرون العرب تعادل معه 1-1 مع الإسماعيلي من إسماعيلي 0-0 مع غزن المحلة وخسر من سموها 1-2 وتعادل مع فيوتشر 0-0 لحد ما وصلنا لمباراة بيرامج الاخسارة 1-0 ثم مباراة الجونال الاخسارة 1-0 وأخينا التعادل مع مصر المكسف 2-2 نتائج لا تصدق للإسماعيلي طبعا من سنة 90 لسنة 2000 النادي الإسماعيلي كان في الأول والتاني والتالت ما بقاش في مركز رابح حتى من سنة 90 لألفين وبعد ألفين كمان النادي الإسماعيلي من مركز أول لمركز تالت ما كانش الرابع كمان والتاريخ بيقول كده لكن الآن يصرع الهبوط الآن حاله طبعا ما يصرش طبعا أنا بقول الكلمة دي وأنا متدايق الآن يصرع الهبوط وأنا مش مصدق الأمانة إحنا مش مصدقين ولا جامعيلي النادي الإسماعيلي مصدق ولا حد دريان بحاجة يعني ولا حد ولا مجالس إدرات ولا أجهزة فدنية ولا لعيبة دريان بالناس الناس في إسماعيلية بتموت يعني الناس المحبة بجد مش الناس اللي بتكتب على الفيس وكلام النت وكده هوت لكن الجامعيلي الإسماعيلية لو حضرتك شفت الماتش النهاردة يعني كذا كذا حد من الجمهور أغم عليه في الماتش مش مصدقين اللي نادي الإسماعيل لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي مكسبش ماتش ترجمة نانسي قنقر